المشاهد المحذوفة من حلقة نبيل عبيد في رامز مجنون رسمي حلت الفنانة الكبيرة نبيل عبيد ضيفة على برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال على شاشة MBC مصر في رمضان 2020 وشهدت الحلقة بعض التغيرات في الشكل والمضمون بالإضافة إلى حث بعض الفقرات الأخرى خلافاً لحلقات البرنامج المعتادة منذ بدايته وكان الفنان رامز جلال قد أعلن في مطلع رمضان الجاري خلال مداخلة هاتفية مع لعلامي شريف عامر في برنامجه يحدث في مصر المذاع على MBC مصر أن فريق عمل البرنامج عدل في فقرات البرنامج في بعض الحلقات التي يصطديف فيها نجوماً كبار السن احتراماً لتاريخهم الفني ومنهم الفنان نبيل عبيد وأكد رامز أنه أشفق على الفنان نبيل عبيد من المقلب لذا قرر أن يخففه احتراماً لتاريخها الفني معتظر من ضيوفه الثلاثين في برنامج رامز مجنون رسمي يذكر أن برنامج رامز جلال في رمضان الجاري 2020 باسم رامز مجنون رسمي يقدم يومياً على شاشة MBC مصر واستضاف نخبة من النجوم والفنانين ولعب كرة القدم المصريين وغير المصريين كما يثير البرنامج الجدل كعدته كل عام وفي الموسم الجاري يقوم باستضافة النجوم ويقوم بربطه في كرسي ذو ذراع معدني باعتبار أنه كرسي للكشف عن الكذب ومن ثم يظهر رامز في إحدى الفقرات ويقوم بتنفيذ مقالبه الخطرة على الضيف فلم يقم رامز بتنفيذ مقلبه بشكل كامل مع نبيل عبيد مثلما فعل مع ضيوفه في الحلقات السابقة فعلى سبيل المثال لم يقم بجعل الكرسي الذي تجلس عليه يدور أكثر من مرة مثلما فعل في حلقاته السابقة كما كانت الكاميرا تحاول التقريب من وجه النجمة القاديرة نظراً لأنها كانت ترتدي فستان وليس ملابس كاجول مثل الضيفات في الحلقات الماضية وذلك بجانب أن رامز جلال كان دائماً يحاول تغطيتها بالشال الخاص بها تقديراً لمكانتها على عكس ما كان يحاول إذلال ضيوفه السابقين المشاهد المحذوفة من حلقة نبيل عبيد في رامز مجنون رسمي حلت الفنانة الكبيرة نبيل عبيد ضيفة على برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال على شاشة MBC مصر في رمضان 2020 وشهدت الحلقة بعض التغيرات في الشكل والمضمون بالإضافة إلى حذف بعض الفقرات الأخرى خلافاً لحلقات البرنامج المعتادة منذ بدايته كما قام رامز بحث فقرتين من البرنامج بناءً على رغبة نبيل عبيد وهي وضعها في التانك وملؤه بالماء أو تهديدها بالثعبان وكذلك تم إلغاء الفقر الأخيرة وهي إسقطها في حوض المياه الكبيرة المغطة بالأرضية السوداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر